موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة والذي نطالع فيه أهم وأبرز ما قالته المواقع الإخبارية اليمنية والصحف العربية الصادرة اليوم والبداية من المواقع الإلكترونية إلى موقع الموقع الذي جاء في صدر صفحته الأولى قيادي حوثي نشارك في المفاوضات حتى لا يقالوا عنا متمردون وسنوض في مشاورات الكويت اثنين وعفقا للموقع فقد قال قيادي في جماعة الحوثي إنهم يشاركون في مشاورات الكويت حتى لا يلقون بالحجة عليهم بأنهم متمردين وأبدى تأكيده بعودة الحرب مجددا وأنهم سيعيدون وأبدى الحكومة اليمنية إلى مشاورات الكويت الساعة الثين في إشارة واضحة لفشل مشاورات الكويت الحالية وتكرارها على غرار نموذج جينيف المتعاقب وتبع القيادي في ميليشيا الحوثي منذ البداية كنا نعلم أن هذه المفاوضات ستأول إلى السقوط وطاولة المفاوضات في الكويت ستسقط كما كمسقط واحد ومسقط اثنين وجينيف واحد وجينيف اثنين لأن هؤلاء كاذبون في دعواهم وفعلهم كما وصفهم في تعبيره ومن عنوين الموقع احتجاجات شعبية في عدن للتنديد بترد الخدمات وانقطاع الكهرباء وقالت التفاصيل شهدت العاصمة المؤقتة للبلاد احتجاجات شعبية هي الأولى من نوعها منذ تحرير المدينة منتصف يوليو من العام المنصرم وجاءت هذه الاحتجاجات نتيجة ترد الخدمات الرئيسية والأساسية من كهرباء ومياه موقع يمن مونيتور تابع أحد الموضوعات وعنوان الموقع الجيش اليمني يعلن اعتقال 250 فردا من تنظيم القاعدة منذ استعادة المكلة وقال اللواء فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية اعتقل منذ بدء عملياتنا نحو 250 عنصرا في القاعدة بينهم قياديون كبار ومن العنوين التي تصدرت صفحة الموقع الأولى الاتحاد الدولي للصحفيين يدعو للإفراج عن عشرة صحفيين يمنيين مضربين عن الطعام وقال الاتحاد في بيان بدأ عشرة صحفيين معتقلين لدى الحوثيين يوم 9 مايو إضرابا عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة التي يتلقونها ويريد اتحاد الصحفيين أسماء الصحفيين المضربين عن الطعام وهم توفيق المنصوري وحسن عناب وأكرم الوليدي وعصام بالغيث وحارث حميد وهيثم الشهاب وهشام اليوسفي وهشام طرموم وصلاح القاعد وأيضا عبدالخالق عمران إلى موقع المصدر أونلاين والذي جاء في عنوينه الحوثيون يختطفون أربع ناشطات ويحتجزون لجنة لتوزيع المساعدات الغذائية في الحديدة وجاء في تفاصيل الخبر احتجزت قوات أمنية تابعة لميليشيا الحوثي يوم الخميس الفائت لجنة لتوزيع المساعدات الغذائية في محافظة الحديدة في وقت اختطفت فيه الميليشيا أربع ناشطات وقالت مصادر للمصدر أونلاين إن لجنة توزيع المساعدات الغذائية المقدمة من جمعية العون المباشر الكويتية تم احتجازها في جزيرة كامران أثناء توزيعها للمساعدات وضفت المصادر أنه عقب تدخل محافظة الحديدة تم السماح للجنة بمغادرة جزيرة كامران إلا أنه تم احتجازها مرة أخرى في منطقة الصليف من قبل إدارة الأمن تحت مبرر أن لديها توجيهات من قبل مدير أمن المحافظة المعين من قبل الحوثيين وتقول مصادر للمصدر أونلاين إن محافظة المحافظة وجه بالإفراج عنهم لكن مدير الأمن رفض تلك التوجيهات وقال إنه لا يتلقى أي توجيهات إلا من سلطات الحوثيين بصنعاء الفساد الرائع تحت هذا العنوان كتب فارع المسلمي ما قاله المنشور في المصدر أونلاين وقال الكاتب في زلة لسان أثناء حديثه مع الملكة إلزابيث قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن إفغانستان ونيجيريا دولتان فاسدتان بشكل رائع العبارة التي قالها رئيس وزراء دولة عظمى دون علمه بوجود الكاميرات حوله ليست مجرد زلة لسان عابرة لزعيم دولة يقول أشياء مزعجة عن دولة ثانية كما نقلت وسائل الإعلام الدولية بل هي في الواقع إفصاح كاشف ونادر غير مباشر عن حقيقة مهمة يجهلها الكثيرون وهي أن الدول الفاسدة والمتخلفة وغير الشفافة تمثل فرصا رائعة لأنظمة وقادة الدول العظمى بمصالحهم المتشعبة والمختلفة خاصة تلك الأمنية والعسكرية والتجارية المنبعثة من اضطرابات أماكن مختلفة في العالم وتوجد غالبا خارج جغرافية العالم الغربي طر أوباما قبل أسابيع إلى لندن بعد زيارة قصيرة إلى الخليج كان الهدف من زيارته هو إقناع الناخبين البريطانيين بعدم التصويت على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي كون ذلك سيضعف الغرب حينما تأتي مسألة الوحدة في الغرب لا تعامل كشأن خاص بدولة لذاتها ولا تعتبر حالة فردية يمكن تركها لمزاج الجمهور أو الانتهازية الساسة بل يطير زعيم دولة أجنبية إلى دولة أخرى كانت تحتل بلاده في السابق للتعامل مع الأمر وتنصهر معه مصطلحات شديدة الصلابة والحرفية والانحرافية في العالم الآخر كالسيادة وأخواتها ويسمح لرئيس دولة أجنبية بالتأثير على المواطن البريطاني ضمن تعريف واكعي ومستقبلي للمصالح والمصير المشترك يبدل القادة الغربيون جهودا خارقة لتماسك الاتحاد الأوروبي والغرب بشكل عام لكن حينما يتعلق الأمر بالتصدير للخارج فإن أكثر البضائع المصدرة ليست الوحدة بل تقرير المصير ولا يسمح فقط بالسنساخ وتصدير هذا النوع من البضائع بل يتم تصدير وإنتاج نسخ دموية ورديئة منه بالمقابل مثلا يعاقب القانون في الغرب بسلامة من يستنسخ أو ينسخ مجرد ديفي دي علمي أو كتاب ما أو بحث علمي وبالحديث عن الفساد الرائع كتبت مجلة الفورين بوليسي الأمريكية في أواخر العام 2010 أن الفساد في اليمن قد وصل إلى درجة تجعل وجه الرئيس الأفغاني حامد كرزاي يحمر خجلا في تلخيص مكثف لنظام صالح الذي تصدرت وجوهه لاحقا الثورة والحوار والشرعية إلى آخره رحل الأمن القومي حينها الصحفية الأمريكية التي كتبت المقالة في منتصف الليل كما عمل النظام هادي لاحقا مع صحفيين غربيين مختلفين والذي وصل فساده إلى درجة دعوة مجلس الأمن الدولي في ديسمبر 2015 للتحقيق في استغلال مقربين منه للحصار البحري على اليمن خلال العام المنصر نذهب بكم مشاهدين الكرام إلى موقع التغيير نت الذي أورد عدد من العناوين في صفحته الرئيسية أبرزها قال إنهم سيتثمرون اللغة الأممية التوفيقية منذب اليمن في الأمم المتحدة يؤكد عدم جدية الإنقلابيين في مباحثات الكويت وقالت التفاصيل أن منذوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني كشف أن المشاورات اليمنية في الكويت تخلو من جدية الطرف الإنقلابي الذي جاء للكويت ليس لشيء إلا لتشريع انقلابه واستمراريته بأعماله المدانة ضد الشعب اليمني ومؤسساته الوطنية وحذر اليماني من أنه ما لم يتم العودة عن الإنقلاب عن الشرعية فهذا يعني بقاء الميليشيا المسلحة وممارستها للفيتو على كل القوى السياسية بالاستقواء بالسلاح ومن عنوين الموقع توجيه رئاسي جديد بتعيين أحد قيادات المقاومة في منصب حكومي وعنوان آخر وفد الحكومة في مشاورات الكويت يشدد على التطبيق الكامل للقرار 2216 وتعثر عمل اللجنة الأمنية والعسكرية وتكرار الألفاظ النابية والعنصرية من وفد الإنقلابيين إلى موقع الاشتراك نت الذي تابع العديد من الموضوعات وعنوان معارك وقصف عنيف في جبهات تعز والميليشيا تعزز مواقعها في الجبهة الغربية وعنوان آخر من محافظة الجوف مواجهات عنيفة وقصف مدفعي متبادل في جبهات الجوف ومن العنوين أيضا الميليشيا تفاقم أزمات البلد وتقوده نحو الإفلاس ومن الموضوعات التي ركز عليها الموقع تفاصيل جديدة حول أسلوب الانتحاري الذي فجر نفسه بالمكلة وأورد وروا أحد الجنود المصابين بالتفجير الانتحاري الذي استهدف معسكر الدفاع الساحلي للبحرية بمنطقة خالف في المكلة تفاصيل وقال للاشتراك نت إن الانتحاري جاء بسيارة مطابقة لسيارة التحالف للتمويه ومر من النقاط القادمة من طريق المكلة وبحسب المصدر فإن الانتحاري وصل إلى النقطة العسكرية بجانب معسكر الدفاع الساحلي ثم نادى على الجنود وأوهمهم أنه أحد بائعي القات الانقلابيون واستثمار عامل الوقت تحت هذا العنوان كتب متولي محمود مقاله المنشور في موقع الموقع وقال الكاتب منذ الوهلة الأولى لانطلاق مشاورات الكويت ووفد الميليشيات يراهن على كسب الوقت في انتظار تقلبات سياسية متسارعة في المنطقة أو لإحداث اختراقات على الأرض أما المشاورات فمصيرها الفشل لأنه لا نية للمتمردين في تسليم السلاح وإنهاء الانقلاب بناء على قرارات مجلس الأمن والتي تمثل أرضية المشاورات فبعد التركئ الأيام عن الكويت وصل وفد المتمردين لكن لامتصاص الضغوط الدولية ولبدء جولة جديدة من التتويه والمروغة من الملاحظ أن استراتيجية الوفق قائمة على الموافقة على الإجراءات التي يطرحها المبعوث الدولي ومن ثم نقضها والعودة إلى نقطة الصفر في كل ملف يتم طرحه يمارس وفد المليشيات ذات اللعبة والمترتب عليها تميع أجندات المحادثات وكسب المزيد من الوقت في غضون المهزلة التي تجري تدفع المليشيات بكل ما تملك من عتاد عسكري ومقاتلين لتحقيق مكاسب عسكرية وبالتالي الضغط على وفد الشرعية لتقديم تنازلات مستغلين غياب الطيران بعد تمكنهم من تحييده كمكسب استراتيجي خلف قدومهم إلى الكويت فالهدنة في قاموسهم تعني توقف طيران التحالف وحسب أما مليشياتهم فهي تخوض أشرس حروبها على الإطلاق ضد مواقع المقاومة والجيش الوطني والتي أثمرت تقدما ملحوظا في غير جبهة لقد حققت المليشيات انتصارات كثيرة أثناء هدنة الطيران لا سيما في جبهة باب المندب والذي سيكون السيطرة على مضيقه الاستراتيجي ضربة كبيرة لحلفاء القوات الحكومية إن العالم لا يؤمن سوى بالقوي هكذا يلوحون للمليشيات والسيطرة على مضيق استراتيجي كباب المندب سيجعل العالم يتعامل مع المليشيات كقوة أمر واقع حفاظا على مصالحهم بعد أن عجزت الحكومة الشرعية عن استخدام شرعيتها لدى العالم لتحقيق المزيد من الانتصارات وبعث المزيد من التطمينات إلى موقع نيوز يمن والذي عنوان في صفحته الرئيسية الأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع الغذائي في اليمن وقالت التفاصيل حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو من احتمال من احتمال تحول وضع الأمن الغذائي والتغذية في اليمن إلى كارثة إنسانية ما لم يتوفر للمنظمة التمويل العاجل لتقديم المساعدات في الوقت المناسب في موسم زراعة الحبوب والخضروات وموسم الصيد في الصيف ولتحصيل الماشية قبل حلول فصل الشتاء وذكرت المنظمة في بيان إن أكثر من نصف عدد سكان اليمن بحاجة ماسة إلى توفير الأمن الغذائي والمساعدة في تأمين سبول العيش مشيرة إلى أن حجم المواد الغذائية المطلوبة في اليمن يفوق بكثير قدرة الجهات الإنسانية الفاعلة لذلك لذلك ينبغي أن تكون الزراعة جزء لا يتجزأ من الاستجابة الإنسانية لمنع تدهور حالة الأمن الغذائي المتردية وأوضحت الفاو أن التدخلات الزراعية في حالة الطوارئ حاسمة في الحفاظ على الأسرة مؤكدة أهمية إنتاج الغذاء وسبل إدرار الدخل خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها قبل مطالعة أهم ما قالته الصحف العربية الصادرة اليوم نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا مستمرون معكم في كشك الصحافة ونستحبكم في جولة بين أهم ما قالته الصحف العربية والبداية من الصحف الكويتية حيث قالت صحفة الرأي الكويتية وفد الحوثي وصالح يصير على الانتقالية والوفد الحكومي يصير على تنفيذ القرار الدولي فيما شهدت جلسة الأمس استمرار الخلاف بين الوفدين اليمنيين في مشاورات السلام قالت مصادر للرأي إن العنوان الأبرز للخلاف هو مطلب تشكيل حكومة انتقالية الذي يطرحه الوفد المشترك بين الحوثيين وجماعة صالح في حين يعتبر الوفد الحكومي أن مصوغ المشاورات هو تطبيق القرار الدولي الفين ومائتين وستة عشر وتقول الرأي أيضا وفي ضوء ذلك طلب المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ عقد اجتماع على مستوى أربعة من كل فريق للمزيد من المشاورات وأضافت المصادر أن مندوب الأمم المتحدة تحدثت عن نقاش بناء وإيجابي في إطار عمل لجنة الأسرة والمعتقلين وأنه تم الاتفاق على مبادئ منها إطلاق صراح الجميع على أن يتم جدولة ذلك على دفعات إلى صحيفة الجريد الكويتية والتي عنونت في صفحتها الرئيسية مشاورات السلام اليمنية تعقد جلسة عامة في الكويت وقالت الصحيفة ومن المقرر أن يجري ممثل وفود الحكومة وأنصار الله والمؤتمر الشعبي العام تقييما لعمل اللجان المعنية ببحث المسارين السياسي والأمني وملف الأسرة والمعتقلين خلال الأيام الأربعة الماضية للاتفاق على الخطوات المقبلة للتوصل إلى حل دائم وقابل للتنفيذ وتتابع الصحيفة كانت اللجان السياسية والأمنية والأسرة والمعتقلين قد أنهت اجتماعات جرى خلالها مناقشة المبادئ والآليات المتعلقة بعدد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال وتركزت على مواضيع عدة منها استعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي والقضايا العسكرية والأمنية وتضيف الصحيفة الأطراف اليمنية كانت قد شددت في الشق السياسي على ضرورة الخروج بخريطة طريق واضحة ومزمنة فيما أكدت في الجانب الإنساني أهمية مقترحات الإفراج عن الأسرة والمعتقلين باعتبارها إجراءات لبناء الثقة وداعمة لمسار السلام إلى صحيفة البيان والتي تابعت مفاوضات الكويت وعنونت وفد التمرد يسد الطريق أمام محادثات اليمن وتقول الصحيفة الإماراتية إن محادثات السلام اليمنية الجارية في الكويت عادت إلى بدايتها بسبب انقلاب الحوثيين على أجندة التفاوض الأمر الذي تسبب في تعطيل أعمال اللجان المكلفة بدراسة الجوانب الأمنية والعسكرية والإنسانية ووفق مصادر في المفاوضات تحدثت إليها البيان فإن الجلسة العامة التي دعا لها إسماعيل ولد الشيخ أحمد نسفت كل التفاهمات السابقة بسبب تعنط الحوثيين بتقديم ملف الحكومة الانتقالية على المسارات الأخرى وضفت الصحيفة رفض الجانب الحكومي أي نقاش عن سلطة انتقالية بديدة للسلطة الحالية ومطالبته من الطرف الانقلابي تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الخاص بالانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة قبل الحديث عن استئناف العملية السياسية هل نحن في طريقنا إلى حرب عالمية ثالثة؟ تحت هذا العنوان كتبت حياة عطية مقالها المنشور في صحيفة الخليج وقالت الكاتبة هل تصح نبوة بريجينسكي بخصوص ذلك؟ وهو الذي تنبأ منذ عام 1970 بسقوط الاتحاد السوفيتي؟ لقد اعتبر هذا الاستراتيجي الأمريكي الكبير أن الشرق الأوسط قد أصبح في الوقت الراهن وسوف يظل مقياساً لنجاح أو فشل قيادة الولايات المتحدة للعالم قال ذلك قبل خمسة أعوام أي في بداية الأزمة السورية أن أوباما لديه عقيدة ولكن ليس لديه استراتيجية لكنه اعتبر أن جون كيري وشاك هاكل يعوضان ذلك أي لديهم استراتيجية هاكل اضطر إلى الاستقالة عندما دخل في مواجهة مع المجمع الصناعي العسكري وكيري استمر ووصل إلى عقد اتفاق مع إيران تغيير بسيط دخل على النبوة لكن خريطة العالم التي رأى فيها الرجل يومها حزاماً حقيقياً قابلاً للانفجار بقيت كما هي حيث يرسمها كما يلي نوع من الحدود الجنوبية بدءاً بكوريا الشمالية من خلال بحر الصين والهندي والصين وأفغانستان وباكستان وإيران والعراق وسوريا ثم على طول الطريق إلى السويس ومصر ومن ثم على طول الطريق إلى النيجر ومالي الحدود الجنوبية هذه حاول الأمريكي الالتفاف عليها بإبرام معاهدة الدول المطلة على المحيط الهندي قبل شهرين من اليوم أما إيران فقد اعتقد الأمريكي أنه حيدها نسبياً بقطع الطريق على تحولها إلى دولة نووية في حين اتصاعد التفجير في العراق وسوريا وكلما لاحت فرصة لإخماد النار برز من يفشلها الجميع متورط في هاتين الساحتين خاصة السورية إلا الصين وبرجينسكي يعد الصين الدولة الصاعدة الوحيدة التي تشكل خطراً بما لا ينطبق ذلك على إيران وروسيا إلى صحيفة الخليج والتي عنونت في أحدى موضوعاتها انسحاب التنظيم الإرهابي بعد هزيمته يؤكد فقدانه الحاضن الاجتماعي أبيان المحررة تنفض غبار ظلام القاعدة صحيفة الخليج قالت في تفاصيل الخبر خمس سنوات ومحافظة أبيان الأرض والإنسان في مهب الأحزان تتجاذبها المحن والآلام وتحيط بحياة مواطنيها المنغسات من قتل وتشريد ودمار وضياع ممتلكات وأموال وأحلم أجيال لكن ذلك لم يشفع لها فها هي تقف اليوم على صفيح ساخن من الأحداث وتوجس وقلق كبيرين خشية تكرار سيناريو أحداث عامي 2011 و2012 التي كانت فيها أبيان ساحة معارك شرسة بين الجيش وعناصر تنظيم القاعدة وتتابع الصحيفة انتهت تلك الحرب قبل خمس سنوات من الآن لكن مآسيها ما زالت حاضرة وأثارها باقية فلا تعويضات تمت ولا مباني شيدت ولا مؤسسات حكومية حضرت وتفيد الخليج لم يكن وجود القاعدة في أبيان وريد اللحظة إذ كانت هناك خلفيات نشأ في ضوئها هذا التيار تمثلت في بروز عدد من الجماعات الأصولية المتطرفة منها جيش عدن أبيان وتنظيم الجهاد أو ما كانت تسمى جماعة حطاط وتقول الصحيفة حتما ستفرض الانتصارات الأخيرة التي حققها الجيش اليمني بدعم من قوات التحالف العربي في أبيان واقعا جديدا على كل الأصعد الداخلية والخارجية فهي من ناحية ستبرق برسائل وتطمينات مختلفة للداخل حيث تعزيز حضور الدولة ومقدرتها على فرض السيطرة على الأوضاع أمنيا وبالتالي تحدي كل الظروف الطهرئة كما تقول الخليج أن هذه الانتصارات تطمئن أيضا الخارج الذي يساوره القلق من تنامي فكر القاعدة واحتساع عملياته في البلد المثقل بالكثير من الهموم والمشاكل وإظهار اليمن كذولة قادرة على تجاوز محنها المتعددة وتطمين الغرب بأن التعاون المشترك والحرب على الإرهاب قد أتياء كلهما وأن القادمة سيكون أجمل إلى صحيفة العربي الجديد والتي تابعت أحد الموضوعات الهامة عن وديان اليمن التي تفقد أمنها وقالت الصحيفة باتت آلاف الأسر اليمنية التي سكنت مناطق في الوديان وبالقرب من مجاري المياه في مواجهة خطر بالغ بعدما ارتفعت نسب المياه أخيرا بسبب سيول وجد هؤلاء أنفسهم مضطرين إلى البحث عن أماكن سكن بديلة في مناطق مرتفعة وتفيد الصحيفة كثيرة هي الأسر التي انتقلت من بيوتها القديمة المشيدة في مناطق مرتفعة خلال السنوات الماضية إلى مناطق تقع في الوديان والمناطق السهلية بالقرب من نقاط تجمع السيول جاء ذلك بعد شخ الأمطار الملخوض خلال العقدين الماضيين وثقتهم بعدم يوصول مياه تلك السيول إلى مستويات مرتفعة وتتابع العرب الجديد أخيرا تغير الأمر بعدما تعرضت بعض المناطق المنخفضة لفيضانات جارفة هدمت مئات المنازل وشردت آلاف السكان وأحد قول الصحيفة فإن هذا يأتي في الوقت الذي يشهد فيه اليمن ظاهرة نادرة وهي كسافة الأمطار التي تستمر في محافظات مختلفة منذ بضعة أسابيع وكانت منظمة الأمم المتحدة قد كشفت عن تسبب الأمطار الغزيرة في تضرر نحو خمسين ألف شخص المواطنة مرة أخرى تخت هذا العنوان كتب المغربي حسن طارق مقاله المنشور في العرب الجديد وقال الكاتب مسلم على رأس بلدية لندن ليس ثم تسر في الحكاية هي فقط تمار تاريخ طويل لفكرة المواطنة المواطنة التي جعلت أمريكيا أسود يحكم البيت الأبيض ومنحت ريفيا اسمه بوطالب مفاتيح روتردان المواطنة التي تعني العلاقة مع الدولة عندما تنبني على القانون المواطنة انتماء مدني للمجموعة الوطنية المواطنة مساواة في الحقوق والمسؤوليات المواطنة التي لا تعيقها الاختلافات في الديانة واللسان واللون والطبقة والجنس كان على ساكنة لندن مصادفة الاختيار بين مرشحين اثنين مسلم ويهودي الأصح أن الاختيار كان بين مواطنين اثنين وبين حزبين غريمين وبين رؤيتين للعاصمة إنها الديمقراطية الغربية وهي تقدم تمرين على تجاوز الاعتبارات الدينية والإثنية تمرين ليس بالسهولة التي نتصور ذلك أن الحداثة الغربية لم تقطع نهائيا مع انفلاتات التعصب الديني والهوياتي على النحو الذي يقدمه اليمين المتطرف أو يعبر عنه بصفاقة المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب عموما سنستعيد كثيرا اسم العمدة اللندني الجديد وسنشعر حتما بقرب حميمي من رنينه الخاص مجموعة من رسوم الكاريكاتير نختم بها حلقتنا لهذا اليوم إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة نترككم في أمان الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر